أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تعالى محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله وردوانا سيماهم في وجوههم من ثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع خرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيمة صدق الله العظيم هذه الآية الكريمة مأخوذة من صورة الفتح وصورة الفتح قال الإمام الخرطبي هي مدنية بالإجماع آياتها تسع وعشرون كلماتها خمسمائة وستون حروفها ألفان وأربعمائة وثمانية وثلاثون نزلت بعد الجنعة ترتيبها في المسحة الشريف بين سورتي محمد والحجرات نزلت في السنة السادسة من الهجرة عقب رجوع النبي صلى الله عليه وسلم من الحديبية نزلت دفعة واحدة بشأن الحديبية روى الإمام أحمد بإسناده عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها نزل علي البارحة سورة هي أحب إلي من الدنيا وما فيها ورواه البخاري والترمذي والنساء من طرق عن مالك رحمه الله مفتتح السورة عبارة عن فيض إلهي على الرسول صلى الله عليه وسلم إن فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا فيض إلهي على الرسول محمد صلى الله عليه وسلم فتح مبين ومغفرة شاملة ونعمة تامة وهداية ثابتة ونصر مكين عزيز محمد رسول الله والذين معه المعية شرف والمراد بهم في الآية أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وكفى بالصحبة شرفا وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يعدون بالآلاف فهم كثر فمنهم من أسلم في الساعات الأولى للدعوة الإسلامية عندما كانت قريش تذيق الذين يتبعون محمدا شوبا من حميم وتسومهم سوء العذاب وتذيقهم من الأذى الصنوفة والألوهن ومنهم من أسلم يوم صار الإسلام عزيزا يوم الفتح أو قبله بقليل وبين هذه المدة والأخرى درجات وطبقات بين الساعات الأولى للدعوة ويوم أن صار الإسلام عزيزا طبقات ودرجات وليس من العدل ولا من المنطق أن يكون الصحابة على درجة واحدة الصحابة طبقات بإجماع الأمة يقول ابن سعد إنهم خمس طبقات وجعلهم ابن عساكر 12 طبقات وهو رأيه الجمهور جمهور العلماء على أن طبقات الصحابة 12 طبقة الطبقة الأولى قوم تقدم إسلامهم بمكة كالخلفاء الأربعة لو الفخر الجلي والقدر العلي ساداتنا وموالينا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي الطبقة الطبقة الثانية قوم أسلموا قبل أن تتشاور رجالات قريش على قتل النبي صلى الله عليه وسلم بدار الندوة وهي ضاو قصي بن كلاب وكانت قريش لا تقضي أمرا إلا في هذه الدار دار الندوة الطبقة الثالثة الذين هاجروا إلى الحبشة ومنهم جعفر بن أبي طالب الطبقة الرابعة الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الأولى الطبقة الخامسة الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقبة الثانية وأكثرهم من الأنصار أكثرهم من الأنصار الطبقة السادسة قوم أسلموا عند وصولهم إلى قباءة قبل أن يدخل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة أسلموا عند قباءة الطبقة السابعة قوم أسلموا بين بدر والحديبية وقبلهم طبقة أخرى هي أهل بدر لننتقل إلى الطبقة التاسعة التاسعة وهم قوم أسلموا بين الحديبية والفتح ومنهم خالد بن الوليد وعمر بن العاص وأبو هريرة رضي الله تعالى عنهم وعن سائر الصحابة أجمعين والطبقة الأخرى هي طبقة أهل بيعة الرضوان الذين بايعوا رسول الله صلى الله عليه وسلم تحت الشجرة فرضي الله تعالى عنهم ثم الطبقة الحادي عشراء قوم أسلموا يوم فتح مكة كأبي سفيان بن حرب الطبقة الثانية عشراء أطفال وصبيان رأوا سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفتح وفي حجة الوداء وغيرهما إذا كان من المستحيل في محيط العقل أن يجتمع الضدان فإنه في مجال الشرع يجوز أن يجتمع الضدان وقد جمع الله تعالى في قلوب الصحابة فيما بينهم الرحمة والشدة على الكفار فقال جل من قائل أشداء على الكفار الرحماء بينهم لا يمتاري عاقل في الصحابة وفي عدالتهم وتزكيتهم لأنه قد ثبت في حقهم ما يوجب لهم الثقة والاعتمان فهم الذين حملوا الوحيين الوحي المثل والوحي غير المثل الوحي المثل القرآن والوحي غير المثل السنة هم الذين نقلوا الشرع حملوا الوحيين وحضروا البيعتين وصلى أكثرهم إلى القبلتين وهم الذين يشكلون الجيل الذي حمى الملة من زحف المناوئين ومن أهواء الزائغين إنهم الجيل القرآني جيل فريد كما يسميه بعض المفسرين إنه الجيل الفريد إنهم نقلة الشرع الذين زكاهم الله تعالى وزكاهم الحبيب محمد عليه الصلاة والسلام زكاهم الله تعالى في كتابه الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه فقال في حقهم والسابقون الأولون من المهاجرين والانصار والذين اتباؤوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها لنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم وزكاهم الله تعالى بقوله للفقراء المهاجرين الذين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار وليمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة مما أوتوا ويوثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون ففي الصحابة أنزل الله تعالى ويخشى الله ويتقه فأولئك هم الفائزون وفيهم أنزل قوله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برقمه وفيهم قال الله تعالى أولئك هم الصادقون وفيهم قال الله تعالى أولئك هم الصديقون وفيهم قال الله تعالى أولئك هم الراشدون فضلا من الله ونعمه وفيهم قال الله تعالى إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير بريئة جزاؤهم عند ربهم جنات عدن تجري من تحتها لنهار خالدين فيها أبدا راضي الله عنهم وردوا عنه ذلك لمن خشي ربه وفي السنة المطهرة الشريفة ما يثبت فضل الصحابة وعدالتهم ففي كتب السنة كصحيح البخاري وصحيح مسلم والسنة الأربعة والمسانيد ما يتحدث عن فضل الصحابة جملة وآحادا من ذلك ما رواه أبو سعيد الخضري رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد أي مثل جبل أحد ذهبا ما بلغ مد أحد ولا نصيفة ومن ذلك ما ذكره عبد الله بن مغفل الصحابي الجليل رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الله الله في أصحابي لا تتخذوهم غرضا من بعدي فمن أحبهم فبحبي أحبهم ومن أبغضهم فببغضي أبغضهم ومن آذاهم فقد آذاني ومن آذاني فقد آذى الله ومن آذى الله يوشك ياخذه محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار الرحماء بينهم تراهم ركعا سجدا وصفهم الله تعالى بالركوع والسجود وهما الركنان البارزان في الصلاة يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون تراهم ركعا سجدا ما هو الهدف الذي من أجله يركعون ويسجدون يبتغون فضلا من الله ورضوانه سيماهم علامتهم سيماهم في وجوههم من ثل السجود سيماهم الألف في سيماهم يكتب في الرسم المسحفي ثابتا وفي هذه الآية وحدها فقط أما في سيماهم في مواطن أخرى من المسحفي الشريف فالألف تكتب محذوفة في الرسم المسحفي يعرف المجرمون بسيماهم فيوخذوا بالنواصي والقدام تعرفهم بسيماهم لا يسألون الناس إلحاف ولتعرفنهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول الألف في سيماهم محذوف أما في وصف الصحابة سيماهم فالألف تابت فالعلامة التي يتميزون بها ذكرها الله في كتابه الذي لا ياتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد سيماهم في وجوههم من ثل السجود علامات السجود بادية وظاهرة على وجوههم ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه شطء الزرع ساقه الساق الذي تقف عليه السبلة سيماهم في وجوههم من ثل السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآذره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما إذا ذكر واحد من أصحاب السيد الجليد رسول الله بحضرة مسلم عاقل لا يسعه إلا أن يقول رضي الله تعالى عن ساداتنا أصحاب رسول الله أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون